أنا السعيدة يعني مسار إكباري زي ما أستاذ مصطفى قال هي فكرة التخطيط فكرة أنت قاعد بتخطط لأنك تنزل في هذا الماراثن الرمضاني بخطة يعني اللي هو أنا عندي وجود للشباب لأنه الشباب لما حيشوفوا قصصهم وحياةهم تبقى موجودة على الشاشة عايزة أرجع تاني مع أستاذ محمد عايزة أرجع لك تاني من خلال الحشاشين يعني أعتقد إحنا كمصر بقينا وقتين خط فيه من العمق يعني يتكلمنا كتير عن الإرهاب تكلمنا عن الاختيار بأجزاء كتيرة واللي حصل في مصر لكن إحنا دلوقتي بنعمل تأصيل اللي هو نكلم الناس بقى بوعي وعمق أكتر علشان نرجع للتاريخ ونقول من أين أتى هذا الإرهاب جماعات متطرفة زي الحشاشين أعتقد أنه زي ما تفضلتي فكرة أنه خلال الكام سنة اللي فاتت كان فيه حرص دايما على طرح موضوعات الإرهاب في العمالة الدرامية ده كان لدينا عكاس كبير جدا في الشارع المصرية يعني أنا شايف أنه ناس كتير تفاعلت مع أجزاء الاختيار بشكل كبير ناس فهمت يمكن تفاصيل ما كانتش وعية لها بشكل أكبر ومشلسل ده كمان لسه كتبتكلم بره مع الأستاذ مصطفى أنه أنا شايفه هيكون واحد من المشلسلات اللي هيكون لها تأثير كبير السنة دي في الشارع المصري مش بس للفكرة إنما كمان وجود كريم عبدالعيزي ممكن هو دلوقتي نجم الشاشة الأول يعني أكتر ممثل بيجني الإرادات وأكتر ممثل عنده أفلام نجحة في السينما بالأرقام فكمان وجوده في التلفزيون بعمل متحضر له بالشكل ده أعتقد أنه كمان كانت خطوة مهمة جدا عايز بس أرجع كمان للدراما المراهقين اللي هتحصل في مصار كبيري يمكن فيه ترند حاصل كمان للسنين اللي فاتت حتى على مستوى العالم مع مستوى الأفلام القصيرة من رحمة دجانات كتير بنشوف أفلام دايما الحديث عن المراهقين ترند يعني مهم ومهم جدا أن الناس يسهل لها هم عماد الحياة يعني هم المراهقين دول هم اللي موجودين بيشتغلوا في المطاعم والمحلات والمصانع والحاجات والحياة هم اللي بنقلوا البلاد كلها البكرة الناس تلاقي الأبطال اللي بيدوهم الفكرة واللي بيطرحوها هم فعلا من نفس الجيل بتاعهم بيستقبلوا الموضوع بشكل تاني أكيد